الاهلي ناقص له تغيير واحد هنشوف مين اللي هيلعب به تتلعب الكورة وتعدي ومصفر فاول ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي احرج لحظات المباراة ديها 68 وانزار لعلي جابر انزارات كتير اهو السراحة علي جابر طبعا لو حكم مصري كانش خلص انما الكل بيعزم وديه الميزة اهو باسم مرسي المفروض حد يقوله خلي بالك المباراة مخلصتش وحمدا طلبة لازم طب ايه هو طب ايه هو بتكلم سربي حمدا طلبة بتكلم ايه يعني بيكلمه وكل الرجل من سربي حمدا طلبة طب بتقوله ايه يعني هنشوف ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي دخلين على الديها 35 من زمن الشوت التاني ولزال الاهلي متقدم بهدف احرزه مؤمن زكريا في الديها 31 من زمن الشوت الاول الشوت الاول كان الاهلي هو مسيطر ومستحز وتقدم بهدف الشوت التاني الزمالك يعني شارك النادي الاهلي في اول ربع ساعة ولكن يعني ايه مافيش الخطورة المرجوة ضربة حرة مباشرة ومؤمن سليمان ووليد سليمان ادي مؤمن يا ولد يا ولد جون التاني لمؤمن سليمان جون التاني لمؤمن سليمان اللي خلص به المطش تقريبا مؤمن زكريا مؤمن زكريا يا مؤمن زكريا في الديئة 35 من زمن الشوت الثاني احرص هدف في الديه 31 في الشوت الاول ثم هدف ثاني في الديه 35 من الشوت الثاني والكرتين احلى من بعض وفرحة للنادي الاهلي بهدفين لمؤمن زكريا ملعبين الصراحة ملعبين الهدف الاول ركنه والهدف الثاني من كرة سابتة ركنها عشان تصبح النتيجة الاهلي اتنين والزمالك راشي وتصعبت الامور على نادي الزمالك وحنشوف الرجل اهو فريرا مش مصدق ايه لا هيحصل حنشوف ايه الحكاية عموما الفرقتين لزاق عندهم ماتشين متبقيين ادي كرة حلوة 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 يعني اهو ادي حلوة 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 يعني النهاردة الشناوي واقف غلط مرة تانية برضو يوقف غلط في ماتشاب تانية انما هو تتلعب الكرة وهدف جميل 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 يعني الصراحة هدف جميل 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 النادي الاهلي اتنين ودي اللفة بص فاتح الزاوية زيادة اوي ياشن اوي برضو هي رايحة في حتة صعبة اه بس انت كمان فاتحها على البحري ما فاتح زيادة عن اللذوب ياشن اوي كتعايزة تتلم شوي يا ابني كتعايزة تتلم شوي ترجمة نانسي قنقر